وللمزيد من المتابعة يسعدنا أن ينضم إلينا من بيروت عبر الهاتف الصحف المتخصص بالشأن الرياضي مصطفى فرحات صباح الخير على حضرتك سيد مصطفى صباح جديد وخلينا نبدأ من الدور الإسباني مباراة ريال مدريد وبرشلونة والتي شهدت إثارة كبيرة نجح برشلونة في حسم اللقاء في اللحظات الأخيرة تعليقات حضرتك على أحداث المباراة وهل حسن برشلونة الليجة بعد الفوز وتوسيع الفارق إلى 12 نقطة؟ صباح الخير الحقيقة أنه فعلا شاهدنا مباراة مستئرة لحد دقائقها الأخيرة شفنا هدف دياء 92 سابقا هدف ملغر لريال مدريد عبر أسسنسيو ولكن خلينا نقول بأنه هذه المباراة وأحداثها نتيجتها ما كانت مفاجئة لحد ما لأنه كان فيه أمور متوقعة فيها أولا أنه برشلون كان من المتوقع أنه يكون هو الفريق المبادر أكتر المستحوز أكتر المسيطر أكتر الفريق اللي عادة أنه رح يكون اللي بيصنع الخطورة أكتر من دياء المدريد شفنا أيضا أساليب مختلفة لتشكيل الخطورة من برشلونة إن كان عبر الاختراك من العمق أو حتى من العرضيات على الجهة أخرى أو النقطة الثانية شفنا أنه معظم خطور دياء المدريد تتمثل كالعادة بفينيوسيوسيا اللي إجا منه الهدف اللي يسجلوا دياء المدريد في المباراة الحقيقة أنه برشلونة بهذا الفوز يريح نفسه نوعا ما من الضغوطات أولا بأنه عاش شهر صعب خروج من دوري الأوروبي كان أصلا خارج من دوري أبطال أوروبا وبالوقت نفسه قضية الفساد التحكيمي اللي ظهرت للفريق بشهر الفائت بقضية تنكريرة فهذا الموضوع بريح الفريق نوعا ما بنفس الوقت رياء المدريد حاليا ما بقى في شيء له غير دوري أبطال أوروبا لأنه تعطل سيع الفارق بعد متبقي 11 جولة على النهاية والعدد النقاط يعني الفريق بين برشلونة ورياء المدريد الآن هو 12 نقطة طيب سيدة مصطفى خليني أروح معك من الدوري الإسباني ربما إلى الدوري الإيطالي نابولي أيضا بيواصل الانتصارات وفاز على تورينو كمان اليوفي على حساب الإنتر وولاتسيو طبعا حسم قمة روما عايزة يعني أعرف من حضرتك تباعة المباريات دي إزاي بالأمس وتحليل سريع يعني لمباريات الدوري الإيطالي حقيقة أنه اللي عم يظهره نابولي هيدا الموسم بيظهر أنه بلاتي مدارك كبير يعني بتذكر تصريحه في فبراير من العام الماضي بعد ما الفوز على على لاتسيو كان عم يقول للصحافي أنه أنتم ما وسقتوا بفارينة وكل فرصة أو كل سقوط لنا كنتوا عم تستغلوا لتوجهوا أصابع الفشل أو توصفونها بأنها فشتين ولكن هذا الموسم قدر سبريتي يثبت عبر خطة لمضاعات إدارة نابولي أنه فريق جدير أنه فريق يستحق يعيش شكل حظات يعني شفنا من الفريق خرج منه كوليبالي وخرج منه عدد من اللاعبين مثل إنستيني وميرتينز وغيرهم ولكن قدر تم تعويضهم بلعبين آخرين مميزين مثل كمين جاي المدافع الكوري وأيضا قدرنا نشوف كفار تسخيلية عم يتقلق مع نابولي حقيقة أنه معظم مباريات هذه الجولة نوعا ما صبت لصالح ميلان يلي تعثر قدام أودينيزي فشفنا مباراة مصيرة أيضا من انتر ويوفانتوس كان في حديث عن أنه هدف في لقاطات مشكوك فيها بالفار بالوقت نفسه شفنا مباراة مصيرة أخرى من داربي روما بين لاتسيو وروما كنا عم نشوف ثلاثة مرة الأولى من 11 سنة عم يحقق الفوز زهابا وإيابا في الداربي وأيضا لكن من الأمور الغريبة بهالداربي أنه بالسنوات الأخيرة معظموا عم تكون مشحونة عم نشوف مباريات يعني نوعا ما نوعية كرة القدم لا تعليق يعني بالجول لهذه الداربي لأنه عم نشوف في مشاحنات خارج أرض الملعب يعني عم نشوف صحافي عم تشعر المباراة قبل بدايتها فهذا الشيء مؤسف يعني بالنسبة لي لأنه داربي روما هو واحد من أجمل داربيات يعني في أوروبا